بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المتابعين قناة سلة التعليمية إن شاء الله بنستمر معكم في يونت سيكس وأهم مراجعة كلمات ويستركتشر بالنسبة لهذه الوحدة بنشوف نبدأ بـ Choose the correct answer from A, B, C or D وطبعا نقرر ونقول دايما نحن نازما نعرف معنى الكلمة والمصطلحات اللي حولان الكلمة وأيضا بالنسبة للقاعدة بنشرحها أثناء الحل لأنه ليس فقط نحل فقط ولكن نفسر 1- Turn off the television while you are studying or you will get طبعا هنا كلمة distracted يعني تشتت طبعا بنستخدم جيت بعدها تصريف ثالث بمعنى إن احنا هنا ممكن تستخدم كصيغة مقربة للمبني للمجهول يعني بتحلم حل فعله to be يعني verb to get بتحلم حل فعله to be والأهم هنا إن كلمة distract يعني يشتت الانتمام number two some people to perform better in the morning that suits them most طبعا هنا ناخد a tend to tend to يعني يميل إلا بعض الناس بتميل إلا العمل في الصباح لأن ده بينسبهم three my friend is about the project he speaks about its benefits all the time enthusiastic enthusiastic about enthusiastic about يعني متحمس لي يبقى صديقي متحمس للمشروع لأنه بتكلم عنه كتير four Ramy used to talk proudly about his positions يعني ممتلكاته he about how much money he had made boosted boost يعني يتفخر يعني هو بيتفخر بالمال اللي هو جناه أو اللي هو كسبه number five my father used to speak about his family showing great respect towards them affectionately affectionately يعني بقاه بحض لأن كلمة affection بمعنى عاطفة number six days in blue ways are mostly evaluated according to their طبعا هنا ناخد ايه efficiency efficiency يعني بنقيم الموظفين حسب كفائتهم regardless of the number of the year they have worked بغض النظر على الأدمية بتاع السنين اللي هم اشتغلوها يبقى كلمة efficiency يعني ايه الكفاءة number seven exam questions should in order to cover all aspects of assessment طبعا هنا vary يعني معناها لازم اسئلة الامتحانات تتنوع لكي تشمل كل اشكال التقييم number eight you are not working hard you need to be more productive انت لا تعمل بشكل جيد انت مطلوب منك او تحتاج ان انت تكون اه منتج او اكثر انتاجية productive number nine it's a good idea to out different places and assesses where you can concentrate better and get the most work done طبعا هنا ايه بيقولك فكرة كويسة او نصيحة انت ايه تجرب try out different places اماكن مختلفة and assesses وتقيم where you can concentrate better تعرف انت تقدر تركز فين احسن number ten there was an or a in sales and the company gained a lot of profit طبعا هنا الشركة كسبت فلوس اكتر يبقى هنا increase يبقى increase in يعني زيادة فيه energy bills يعني فواتير الطاقة have increased this winter all over the world طبعا هنا بشكل هائل كلمة significant يعني زو معنى significance يعني تواطي معنى او مغزى ولكن كلمة significantly يعني بشكل كبير او بشكل هائل يبقى ازدادت بشكل ايه كبير وحنا عايزين هنا بقى ايه طبعا ظرف number twelve we are still dealing with problems error made in the past طبعا هنا دايما بنتعامل ومازلنا بنتعامل على المشاكل ايه resulting from يعني نتيجة من الاخطاء في الماضي number thirteen هنا في سيرتين اه انا بتوقف اه يعني دقيقة عشان نشرح الاختياري اللي انا هختاره I took a ten break to refresh my energy طبعا هنا بنستخدم اه صفة مركبة قبلها اداة التنكير ايه او ان حسب الصوت في بداية الرقم وبعدان بقى اجيب رقم وشارطة واسم مفرد يبقى ايه او ان رقم شارطة اسم مفرد يبقى هنا نقول ايه minute يعني اتن منت بريك يعني راحة لمدة عشر دقائق طيب طب لو انا هاجمعها اه ما باجمعش الصفة باشيلي الايه والان بقول تن هايفن شارطة منت بريكس يبقى بقول تن منت بريكس اه يبقى بالتالي الاجابة الصحيحة على نمبر دي نمبر فورتين you are doing well my coach said يعني المدرب بتاع بيقول انت بتقد كويس I'm sure you will carry achieving more success طبعا هنا بناخد carry on كلمة carry on يعني هيستمر فيه كلمة carry on غير carry out طبعا carry out ينفذ اما carry on هنا بيستمر فيه نمبر ففتين when you make a change to the way you work you need to its advantages and disadvantages first طبعا هنا نقول ايه evaluate لما انت عايز تعمل تغيير في طريقة العمل لازما ان انت تقدر وتقيم المزايا والعيوب زي ما احنا بنقول بنعمل دراسة ايه جدوى سكستين بوليوشن has a serious impact on the weather impact here is similar in meaning to influence يبقى هو معناه ايه impact يعني تأثير وإنفلوانس ايضا بمعنى يؤثر او تأثير ولكن هي بتساو ايضا كلمة effect وليست effect number 17 the manager is very efficient he used to encourage his workers level productivity level يعني المدير هنا بيشوف مدى او مستويات انتاجية العماء يبقى كلمة produce منها الاسم productivity اللي هي الايه الانتاجية 18 the research was done at the request of بناء على طلب at the request of بناء على طلب of the science teacher مدرس ايه العلو 19 you can better if you study in a quiet environment طبعا ايه نقول ايه concentrate بمعنى تركز طبعا distract او التشتت هو العامل الاساسي اللي بيخلي الواحد مايركش 20 when i am exhausted يعني منهك او متعب جدا my productivity level usually declines declines يعني ايه يقل او ينخفض so and i achieve less than expected وبحقك اقل من المتوقع مني 21 i tried my study time into 20 minute periods and taking breaks between them هنا في كلمة into dividing divide into يعني يقسم الى 22 children need to be taught not to talk back to their parents does this mean that children هنقول shouldn't be allowed to reply broadly يبقى reply broadly معناها talk back يعني مفروض الاطفال يتعلموا مايردوش بشكل واقع يبقى هنا الاجابة الصعية number b يبقى talk back معناها reply broadly يعني يرد بشكل واقع 23 how do you usually ideas among a group of friends to get more information about something هنا لو انا بولد الافكار او بحاول اجيب الافكار من الاخرين يبقى يقول هنا ايه brainstorming يبقى يحصل على الافكار من الاخرين هي تنفع هنا فعل او ممكن تستخدم كاسم يبقى brainstorm معناها to get ideas from the others انا بجيب الافكار من الاخرين يبقى brainstorm اللي هو بنسميه العصف الزهني 24 I read an important report on assessing the impact of advertising on children يبقى قرأت تقرير عن تقييم الاعلان او الاعلانات على الاطفال 25 people usually try to their standard of living to lead a better life يبقى انا اللي بياخد مفعول هنا raise هنا طبعا arouse يعني يثير ما تنفعش تستخدم وشرحناها قبل كده انها كلمة arise arose arisen يعني ينشأ من او ينتج عن ودي بتستخدم ليه المشاكل يعني مرضى problem arises from many reasons arose يعني يثير يثير مشاعر باختلاف هذه المشاعر يعني arose fear arose anger arose sympathy اللي هي التعاطف وبتاخد مفعول به ولذلك دي ممكن تبنى المجهود rise دي ما بتاخدش مفعول به rise rose reason وطبعا بمعنى كتير يرفع يقف يستيقز ينهض المهم عندي هنا ريز التي تبنى المجهول وتاخذ مفعول به وكلمة ريز standard of living يعني يرفع مستوى المعيشة 26 the prisoner was given a life for his crime sentence a life sentence يعني حكم مدى الحياة نتيجة جرائم بتاعته 27 one of the aspects of modern technology is that it makes our lives easier and more enjoyable طبعا هنا احد مظاهر او هيئات الحياة الحديثة او هيئات التكنولوجيا الحديثة انها بتخلى حياتنا اسهل يبقى طبعا هنا تعتبر ميزة يبقى positive positive يعني ايه ايجابي 28 a or n is a judgment or decision reached by reasoning reasoning المنطق طبعا هنا ايه conclusion اللي هو الاستنتاج او الخاتمة 29 my brother has achieved remarkable progress in his new project remarkable is opposite خلي بالك ان انا مش عايز المعنى انا عايز ال opposite remarkable is opposite in meaning to ordinary بكلمة ordinary يعني عادي remarkable يعني متميز او ملحوظ لانها بمعنى distinguished 30 what are the pros and of social networking websites pros and cons اللي هي مزايا وعيوب معروفة what are the factors that to achieving more progress in industry that lead to يبقى lead to يعني تؤدي الى بيجي بعدها الاسم او الفعل في ايه 32 i let my friend use my mobile phone this means that i am to use it يبقى انا let يبقى معناها الاود يعني to give permission يبقى لاو وبتختلف عن let هي بتدي نفس المعنى اللي هي giving permission ولكن let زي ما احنا شايفين بعدها use فعل في المصدر بدون to اما قال له بعدها to use اللي هي ايه to زائد المصدر يبقى let بعدها المصدر مفعول به المصدر اما قال له بعدها المفعول به to زائد ايه المصدر 33 my mother was busy so she got lunch هنا هناخد ايه made by my brother هنقف هنا عشان نشوف اللي هي استخدام بعض الافعال شبيهة للمبني المجهول بنسميها يعني بنسبب ان حاجة تحصل هنا باستخدم الفعلان الاساسيين يعني بنسبب عن طريق الاجبار عن طريق الاقناع زي ما احنا هنشوف الوقت يعني مقولك ايه i have my son clean the car i have my son clean the car استخدمت فعلته have وجبت المفعول به اللي هو my son وجبت مصدر بدونته clean the car يبقى هنا ما بمعنى انا اقنعت ابن اني ينظف العربية او طلبت منه request اني ينظف العربية او حتى اكبرته اني ينظف العربية حسب اللهجة والميننج في قلب الايه او المعنى في قلب الجملة يبقى have مفعول به مصدر بدون to وبعدان بحط المفعول به الغير عاقل في الاخر طيب لو استخدمت i get my son اقول i get my son to clean the car يبقى هنا اختلفت تماما ان انا استخدمت تو زائد المصدر بعد get تمام طب لو حصل ان انا جبت بقى زما في الجملة قدامنا كده المفعول به الغير عاقل بعد have او get يعني اقول i have the car او i get the car cleaned يبقى استخدم التصريف ايه الثالث زما حصل عندي هنا وده بشكل بسيط خالص يعني يبقى هنا she got lunch made by my mother وده اصلا 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 ايه she got mother to make تمام يبقى هنا she got lunch made 34 i went to the dentist i went to the dentist to my teeth check to have مفعول به غير عاقل وتصريف الثالث to have my teeth checked i went to the dentist to have my teeth checked 35 i recommend that you late anymore طبعا هنا استخدمنا فعل ايه recommend وبنضيف له بعض الافعال الاهمها ايه suggest او insist او persist وبنحط z وبنحط اي فعل وبنحط المصدر وبنحط هنا ايه المصدر مهما كان شكل المصدر ده طيب ننفي المصدر بايه بي نوت بي يبقى هنا انا قولها you not be late anymore يبقى لان نستخدم المصدر فقط مش تو زائد المصدر ولا don't زائد المصدر ولا aren't زائد المصدر احنا عايزين ننفي المصدر نوت والمصدر تمام بالنسبة للفرب ايه to be طبعا هنا ما نفعش اقول you aren't ليه لان انا لو استخدمت aren't يبقى aren't مش المصدر لان المصدر من فعل r و s و m اللي هو فعل b يبقى المصدر a b يبقى الجابة الصحيح على number c 36 strangely no one does their task well طبعا الجملة هنا ايه منفية تمام خلي بالنا من حكتين ان الجملة اصلا منفية وطبعا استخدام ضمائر غير معروفة زي everyone everybody no one nobody someone somebody بتعامل معاملة المفرد ويعوض عنها بايه بجمع طالما دي منفية number b ما تنفعش و number d ما تنفعش وايضا عشان احنا بنعود عنها بجمع يبقى number c ما تنفعش يبقى الجابة الصحيح على number a يبقى do they 37 she was tired so she returned early طبعا بعد return وبعد go بيجي كلمة home بدون حرف يبقى returned home بندخل هنا في نقطة تانية خالص وهي روابط التناقض the conjunctions of contrast هنا بنشوف عند صفة وفاعل وفاعل طالما في صفة وفاعل وفاعل بحط قبلهم however معناها على الرغم من however careful he is he sometimes makes mistakes يبقى لو استخدمنا however في الاول بنحط بعدها الصفة او الظرف والفاعل و a و الفاعل طب لو استخدمنا as بمعنى على الرغم من هنا عايزين نقف واقفة صغيرة هنا ونشرح روابط التناقض لو استخدمنا as بحط الصفة في الاول يعني ما قال ايه careful as he is تمشي كده طيب لو عايزين نستخدم despite despite بيجي بعدها الاسم او الفاعل في ing يعني اوليها despite being careful وinspite of بتسويها despite of being careful اوكي اما بالنسبة regardless طبعا بتاخد حرف regardless of كل الكلام ده معناها على الرغم من ولو استخدمنا جملة كاملة باستخدم also even so ولو استخدمنا بط بنستخدمها في نص الجملة يبقى الغرض هنا كلمة however معناها على الرغم من وبتأتي في اول الجملة بعدها صفة فاعل ايه فعل 39 less work done طبعا هنا هنا عندنا ده غير عاقل وده تصرف ثالث يبقى get يبقى المديرين اللي بيتمازوا بالقصوة العمل بتاعهم ما بينجزش او ما بيعملش بشكل ايه جيد او العمل ببقى قليل اصلا 40 in spite of being tired he continued working for a long time in spite of is a or an for despite طبعا هنا يعني نفس المعنى بتاع كلمة despite ولكن ده بتاخد off والاتنان بيجي بعدهم النون او الاسم او الفعل في ايه ing 40 a fire activate the alarm immediately طبعا هنا في حالة حدوث كلمة in the event of بيجي بعدها الاسم انكيس بيجي بعدها جملة وزوت معناها بدونه وبيجي بعدها الاسم وتنفعش هنا طبعا وprovided بيجي بعدها جملة بمعنى if ايضا يبقى هنا in the event of تمام يبقى في حالة حدوث الحريق شغل الانذار 42 انفورشنتلي اي جوت لو ماركس اه لسوق الحظ انا حصلت على درجات قليلة وهنا في قاعدة جميلة جدا ايوش يا جماعة هنا ايوش لو انا بتمنى امنية في المستقبل باستخدم كود او وود وطبعا هنا كود مع ايو ووي وود مع باقي الضمائر ولكن هنا بقول اي جوت لو ماركس يبقى الامنية هنا مهياش في المستقبل يبقى رقم سي مستبعدة تمام؟ لو بتمنى امنية في الوقت الحاضر باستخدم الفعل في الماضي البسيط لان انا بتمنى ان نعمل حاجة الوقت ولكن باستخدم الماضي البسيط في عمل هذا الشيء وهنا ايضا الماضي البسيط خطأ ما تنفعش انا ندمن على شيء في الماضي يبقى ايوش اي هاد استدد ياريتني ذاكرت يبقى الاجابة الصحيحة بعد ايوش او اف انلي باستخدم ماضي تام للندم على شيء فين في الماضي 43 which sentence doesn't express permission طبعا احنا عارفين ان نقلاو احنا زي ما احنا قلنا وعارفين ان let permission وعارفين permitted يعني يسمح او يأذن وتو زاد المصدر يبقى permission يبقى number d my teacher made me do the exercise again طب هنا بقى make بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن obligation بتعبر عن اكبار اوكي يبقى made me do وعايزين ننوه برده ونفكر الطلبة بتاعنا ان make بعدها المفعول به والمصدر في المعلوم انما لو بنتها المجهول بتاخد تو زايد المصدر يعني انا مقول ايه؟ my teacher made me do the exercise again لو بنتها المجهول i was made to do the exercise again 44 we research on the effect of global warming on daily activities we are still working on it تمام؟ كلمة still هنا معناها ان الاكشن لسه بيحصل تمام؟ المستقبل مستبعد اصلا والماضي مستبعد لان احنا الوقت ما زلنا بنفعل had been doing يبقى استمرنا في عمل شيء في الماضي ولكن we are مش we were have been doing يعني دي معناها بنستخدم اللي هو المضارع التام المستمر the present perfect continuous ليه بقى؟ عشان حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر وسيستمر للمستقبل وما زال يفعل لم ينتهي بعد 45 my mother يجوالي let my elder sister طبعا انها let يبقى ناخد ايه؟ المصدر بدون to make lunch when she is away يبقى هناخد المصدر المصدر ده بالنسبة ل 45 46 am i to use to have this dictionary يبقى هنا am i allowed طبعا هنا لان انا اللاو بعدها ايه؟ to زائد الايه؟ المصدر وهنا في اللاو عايزة انبه على حتة حلوة جدا اننا لو استخدمت اللاو مفعول به to زائد المصدر طبعا لو انا شلت المفعول به بحط الفعل في ايه؟ يعني امولك ايه؟ he allowed using تمام؟ يبقى he allowed me to use طب لو اتبنت للمجهول هنا زي ما احنا شايفين بتاخد to زائد المصدر يبقى فيه تلات حركات بتيجي مع اللاو لو اللاو جاي بعدها مفعول به بتاخد to زائد المصدر مفيش مفعول به تاخد الفعل في اي ان جي طيب لو اتبنت للمجهول زي ما قدامنا بتاخد to زائد ايه؟ المصدر 47 at first he insisted on his opinion but later on i managed to him to change his mind طبعا هنا اقول لقى get him to لان في هنا to change تمام؟ ينفعش استخدم هام ولا غيره ولا حتى make يبقى ولا let ايضا وهنا لا get يعني معناها ان انا persuaded him يعني convinced him يبقى جت هنا معناها يقنع unfortunately the bad loser us from out طبعا هنا منعنا ان احنا نخرج برا برا يبقى stopped us from going out يبقى منعنا stop from زائد الفعل في ing 49 my father plans plan بعدها to زائد المصدر a new villa in our town next year يبقى هنا هنقول لقى to have a new villa built to have a new villa built in our town next year يبقى لان هنا plan بعدها to ما نفعش have ما نفعش get ما نفعش get يبقى to have ومفعول بها هوت غير عاقل يبقى بحط التصريف التالت 50 be careful when driving your car or it will طبعا get damaged get damaged معناها ستتلف يحصل لها حد سايعني بقى get والتصريف التالت يعني انا في بعض الافعال بتاخد verb to get مكان verb to be شبيهة بالبناء للمجهور 51 is always busy does she لو جانا نبص للمعاني هنلاقي كلها تنفع تمشي معانا ولكن هنختار number c بناء على اساس a ان question tag هنا ايه مثبت يبقى انا عايز الجملة الاساسية الرئيسية منفية a b d يبقى انا اخد هنا ايه c never does the washing because she is always busy بقى اه does she 52 i had my room decorated last week last week which one of the following is structurally correct to give the same meaning هنا بالنسبة للجملة ديهة i had my room decorated يبقى مش معاناها اللي انا دهنت او زيينت الحجرة ده ناجب تحدد هنا يبقى معاناها ان هي دوهنت يبقى الجملة اصلا مبنية للمجهول يبقى هنا number c هي الصح يبقى my room was decorated last week تمام والجملة طبعا في الماضي ما ينفعش استخدم معها مستقبل و او ب وايضا i had decorated my room او my work طبعا هنا هنا ما ينفعش ليه لسبب بسيط لانه انا ما عملتش الحادس اصلا 53 the fact that she was always cautious هي ماد ذات سيلي مستيك. طبعا هنا الاكسيبريشن اللي هو ايه دس بايت ذا فاكت ذات. اللي هو الاكسيبريشن بيقول ايه. على الرغم من. يبقى دس بايت ذا فاكت ذات. يبقى هنا في نقطة عايزة نوه عليها جدا. اه ونفهمها كويس قوي. ان كلمة دس بايت بيجي بعدها النون او الفعل فاين جي. امتى يجي بعدها جملة لو خدت كلمة دا فاكت ذات. يبقى زي ما احنا شايفين شي ووز ايه بيزي. يبقى لو كان بقى بنستخدم دس بايت فقط. انا دس بايت بيينج بيزي او بيينج اولوز بيزي. يبقى ولكن هنا عايزة اجيب جملة كاملة يبقى دس بايت ذا فاكت ذات. فيفتي فور. ووكينج is very useful. I usually have time to do that sport. طبعا هنا مفيش تناقض. لان. طبعا انا قلتها اصلا من نفسي اهو. الماشي مفيد جدا. فانا اه عادة ما بقضي وقت في اه ممارسة هذه الرياضة. يبقى بيكوز. وعايزة هنوه هو اقول ان بيكوز بتسوي سنس بتسوي از وبعدهم جملة كاملة. ولو عايزة استخدم جملة اسمية بسيطة بقول بيكوز اوف اونج تو اونج تو ديو تو. وحاجات كتيرة ولكن مش وقتها الوقتي. يعني بيكوز بتسوي سنس بتسوي از بعدها جملة كاملة. هتقول لي لا دي مش جملة كاملة ده واوكينج. لا واوكينج هنا فاعل. واوكينج هنا فاعل. فيفتي فايف. I was too busy so I my sister my room. تبقى انا got my sister to tidy. لان هنا طبعا اه هنا لت وتو خطأ. وماش مبنيه المجهول. وجوت وما فيش مصدر. اه ده زمن يجي ايه تو زي ايه المصدر. يبقى I was too busy so I got my sister to tidy my room. يعني طلبت منوخة انها تنظم او ترتب الحجرة. بنجي هنا الجزء التاني عايزة translation. choose the correct translation. translate into English. وبنشوف الجملة الكاملة. 56 تهدف مبادرة حياة كريمة الى التخفيف على عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الاكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية وتسعى هذه المبادرة لضمان حياة كريمة لتلك الفئة من المواطنين وتحسين ظروف معيشته. شوف كده مع بعض نستعرض اه الاجابات المختلفة وزمان اكدت دايما ان عايزين نحذف الاجابات الخطأ عشان نوصل للاجابة الصحيح. number a the decent life initiative aims to stop the burden of citizens in the needless communities in the countryside and slums. this this initiative seeks to ensure a decent life for this group of citizens and improve their living conditions. طبعا هنا كلمة stop. يبقى هنا كلمة stop يوقف. تمام. فهي هنا بتخلينا ما ناخدش الاجابة دي. number b the decent life initiative aims to relieve اهه تخفف. the burden of citizens in the needless countries in the countryside and villages وده طبعا خطأ. لان هو الريف هو الكرة. يبقى هنا به خطأ. number c the decent life initiative aims to relieve the burden of citizens in the needless communities in the countryside and slums. تمام. this initiative seeks to ensure a decent life for this group of citizens and improve their living conditions. يبقى دي الإجابة الصحيحة. يبقى الماشية كويس لغاية الوقت. this initiative six to improve. ما تنفعش. يبقى هنا اهه الخطأ. اوكي? تمام? اه هنا بتؤمن تضمن حياة كريمة. مش تحسن. اوكي? يبقى الإجابة الصحيحة هنا number c. يبقى هم تلاحظين هنا اعزائي الطلبة ان انا حزفت الإجابات الخطأ عشان اوصل بنسبة مية في المية للإجابة الصحيحة. عليك ان تكون عضوا في عالم في المجتمع. fifty seven عليك ان تكون عضوا في عالم في المجتمع فلا تكون سلبيا وتكتفي بمجرد الشكوى وانتقاد الآخرين. لابد ان نكون موضوعيين ونسعى للنقد البناء وقبول الآخر مهما كان مختلفا عنا في التفكير. ايه? تعالي استعارت بردك نفس الشيء براحتنا احنا اولا ايه? you have to be an active member of society. so don't be negative. تمام? and just complain and criticize others. we must be objective. لابد ان نكون موضوعيين تمام. and six subjective criticism. تبقى هنا subjective. ما تنفعش لاننا عايز ايه? بناء. بناء يعني constructive. constructive بمعنى بناء. تمام? وقبول الآخر مهما كان مختلفا. دي ماشى بردك. تمام? بنشوف number b. you have to be an active member of society. so don't be negative and just complain and criticize others. we must be objective and six. تمام? constructive criticism and acceptance of others no matter how different they are in thinking. يبقى ديات اذا هي الاجابة الصحيحة. ولكن ما هنقولش انها صحيحة بنسبة 100% لما نقرأ الآخرين. you have to be an active member. of society. so don't be negative and just complain and criticize others. we must be objective and six. تمام? and acceptance of the others. no matter how different position. كلمة position. هنعايزين ايه? التفكير. وليست الوظيفة او المكانة. اه وهنا برضك دي من اول وهنا من غير مقرأ الكونسيومر اللي هو مستهلك. ما تنفعش اصلا. يبقى number b هي الايه? الاجابة السليمة. 58. translate in to arabic. the climate change conference is held yearly to discuss the consequences resulting from climate change. during شرم الشيخ conference experts suggested that industrialized countries limit their greenhouse gas emissions. ايه? يعقد مؤتمر تغير المناخ سنويا لمنقشة العواقب النتيجة عن تغير التاكس. خلال مؤتمر شرم الشيخ اتقد الرؤساء. طبعا ما تنفعش. لان انا بنقول الخبراء. يعقد مؤتمر تغير المناخ شهريا ما تنفعش. طب نشوف كده دي. يعقد مؤتمر تغير المناخ سنويا لمنقشة العواقب بواقيمة. عن تغير المناخ خلال مؤتمر شرم الشيخ اقتراح الخبراء. يبقى اللي جابة دي هي الصعانة برده هي اللي صح. work 59. work place engagement and productivity are influenced by several factors. as a result many people don't feel engaged at work when they work in an inappropriate environment. طبعا ما نشوف هنا تأثر المشاركة في مكان العمل وانتاجية بعدة عوامل نتيجة لذلك لا يشعر الكثير من الناس بحب العمل عندما يعملونا في بيئة غير حرة ما تنفعش. ده في بيئة غير مناسبة. يتأثر الاندماج في العمل والانتاجية بعدة عوامل نتيجة لذلك لا يشعر الكثير من الناس بالاندماج في العمل عندما يعملونا في بيئة غير مناسبة. خلينا معادي. يا عبدو ان دي صحيحة. ولكن ما اجزمش انها صحيحة غير لما ايه اكمل للاخر. تؤثر النواحي النفسية. ملاش علاقة. يتأثر الاندماج في مكان عمل وانتاجية بعض العوامل نتيجة لذلك اشعر كثير من الناس بالاندماج في العمل عندما يعملونا في بيئة مناسبة. كلمة مناسبة ما تنفعش. لانها غير مناسبة. تمام? يبقى اللي جابة صعارة رقم ايه بي. اعزاء الطلبة بنوصل للجزء الاخير لولرايتنج سيكستي. which of the following is punctuated correctly? do you have sugar free cookies هده? طبعا هنا sugar free دي صفة مركبة. يبقى هنا دي ما تنفعش. do you have sugar free cookies هده? طبعا ده سؤال او طلب ما تنفعش. يبقى do you have sugar free برضك? طبعا هنا ديت common عايزين hyphen. يبقى اللي جابة صحيحة ايه? number D لان هنا في عندي ايه? الهي في عندي question mark. 61. which of the following expresses contrast? ديت سببية لان بكوز. ودي اديشن. لان اديشن 2. ودي ازو الاز اضافية برضك بالاضافة. يبقى ويل احمد لايكس reading i prefer swimming. يبقى number C بينما احمد بيحب القراءة انا بحب العو. يبقى number C هي الاجابة الصحيحة. not can be used when you are comparing two different facts or two opposite ways of thinking about a situation. يعني انا الوقت عندي وجهتان نظر. عايز اقارنهم. اقدر استخدم من التعبيرات اللي تحت ديت. واضحة جدا. ان انا طبعا هقدر استخدم on the one hand on the other hand. لان انا بقول من ناحية. واقول مثلا المميزات. on the other hand. واقول ايه? العيوب. اما فرست وزين ده ده لو بقى لحكي حكاية. وان جنرال لما انا بقول رأي مثلا particular. او فرست فقول. لو انا دايما بقول مثلا بداية فكرة. وبنهي بفاينالي. ولكن العرض وسرد الافكار وعكسها. او عرض افكار مختلفة. اقول on the one hand من ناحية. on the other hand من ناحية اخرى. 63. when writing an essay the merits and the demerits of using the internet. طبعا the merits and the merits اللي هي المميزات والعيوب. what is the correct sentence to use from the full way? او واضحة جدا. a lot of people agree that the advantage of the internet are endless. دي بس تعتبر ايه? الاجابة الصحيحة. 64. when writing a descriptive essay about a certain place you visited you should. لما بتكتب مقال وصفي عن مكان انت زورته. مفروض ان انت تعمل ايه بقاه? give a full biography of the people. لا طبعا انا دي الاجابة الصحيحة. انا بدي وصف كامل للمكان. وبدي معلومات ايضا عن هذا المكان. 65. the core point in the following paragraph is. طبعا هنا البراجراف بتكلم عن ايه? نشوف كده. technology plays an important role in our lives. we use it in a lot of fields. however i am totally in favor of using technology carefully in a way that doesn't cause trouble or lead to addiction. اللي هو الادماج. we should keep in mind that technology is a double edged weapon. وضحت. خلاص. يبقى ده بيكلم عن مميزات وعيوب التكنولوجي. يبقى طبعا هنا الاجابة الصحيحة. number c. technology has advantages and disadvantages so we must use it carefully. يبقى الفكرة الرئيسية واجوهر الفكرة الرئيسية للبراجراف هي مميزات وعيوب التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة. بكده اعزائي الطلافة يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ارجو ان انتو تكونوا استفدتم من هذه المعلومات. وعلى وعد باللقاء في الحلقة القادمة للاستمرار في عرض المراجعة بتاعتنا باذن الله. فإلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر